اشتركوا في القناة اخدوا هالأشخاص الفرنسيين حسيت بألمهم فحسيت بألم كل أم فاخدت شخص بهالحادث الإجرامي هذا فأنا حبيت أعبر لهم عن مدى تعاطفنا معهم انو مصيبتكن متل مصيبتنا يعني انتو عام بتعانون من الإرهاب من هالتطرف من هالأشياء اللي تقتل الحياة تقتل الإنسان احنا شهداء وهم شهداء فدول الناس أبرياء يعني ما لهم دخل بأي سياسات أو دول عظمى ممكن ناس عايشة بسيطة بحياة اليومية ما لها دخل بسياسات لحتى يروحوا ذنب قرارات هن أصلا مهم اللي ماخدينها نفس الشيء احنا صار فينا يعني احنا ناس مسالمين بسيطين عايشين كنا بكل هدوء هاي هاي هم الطفل مو أكتر يعني هل بتسأل أي طفل سوري شو أحلمك تغريب يحكي لك أقتل بشار فورن بفكر بالقتل أقتل اللي قتل أخوي أنتقم من اللي موت بابا وماما يعني هاي أفكار لما تسمع ردود الطفل أنه هاد حلمك حلمك أنه أنت تشوف اللي ظلمك أو اللي قتل أبوك وأمك يعني مو حلم أطفال هذا يعني أنا مريت بتجربة قاسية يعني مثلا ابني أسامة شاف كيف جابه أخوه شهيد وميت فتعرف على الموت يعني كان لساته صغير ثلاثة سنين ونص يعني مو مستوعب أنه شو يعني الموت يعني أخوه الكبير متعلق فيه وكذا شو الموت هذا كيف يعني مات معناته بعده عايش بالسماء طيب فأجباري لازم نحسن هاي النفسية نطالع هالفكرة السودوية اللي انزرعت فيهم السيارات أو هيك يعني الصواريخ ودبابات أشياء حربية تل هيك في كثير أشياء أنا بحب أرسمها كل إشي مثلا يعني بشوف هيك إشي من دفتر تلوين فبحب إني أرسمه بحاول أرسمه بظني أحاول حتى أعرف أرسمه طرسمتوا لحالي وين شوفتها هيك يعني إحنا زمان لما كن وشو بتحلم بدي أصير دكتور بدي أصير مهندس بدي أصير بدي أعمل كذا هلأ ما عم بتشوفوا هذا بأحلام أطفالنا تغيرت كل مفاهيهم فإحنا عم نحاول نرجعهم للشيء الصح لأنه إحنا راحت مثلا بإمكانك تقدر أنه مثلا هذا صح أضغط بس طفل هات شو بتزرع فيه بالطفولة فبينشأ عليه ترجمة نانسي قنقر